أول حاجة لازم تشوف هو أنت هدفك إيه أنت عايز توصل إيه للناس فده أول حاج الحاجة التانية مين الجمهور اللي أنا رايح له أطفال ولا كبار صغيرين ولا متعلمين ستات أو رجالة فده الجمهور اللي أنا هروح له الحاجة التالتة الرسالة اللي أنا عايزها توصل هي إيه الحاجة الرابعة هوصله من خلال إيه أنت ذكرت مثلا وأنا عايز أروح فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام خلاص أنا قررت كل الحاجات دي وعايز دلوقتي بحضر المحتوى أول صفة من صفات المحتوى الجيد هو محتوى صادق نسميه authentic يعني إيه ما يبقاش محتوى فيك من الكلام نفسه ما بوصي كده أقول إن الراجل ده بيكدب في الكلام اللي يقوله فالمحتوى لازم يبقى محتوى صادق دي أول حاجة حاجة التانية المحتوى يكون محتوى حديث يعني ما أقولش معلومة قديمة مش هتشد الناس فكل ما كان المحتوى حديث كل ما كان قادر على جذب الناس حاجة التالتة المحتوى موسمي يعني موسمي يعني مرتبط بأحداث بتحصل دلوقتي لما نكون إحنا في حاجة بتحصل وحضرتك بتعمل محتوى ليه علاقة بالحاجة دي هتلاقي الناس مشدودة ليك النقطة الرابعة محتوى مقنع محتوى مقنع معناه محتوى في أدوات للإقناع وخلينا نركز على الاتنين الأخار يا شام الحاجة القبل الأخيرة محتوى موسمي أشوف الناس بتتكلم في إيه واعمل محتوى ليه علاقة بالاهتمامات الناس دلوقتي والنقطة الأخيرة المحتوى المقنع فدول إحنا عايزين نركز عليهم النهاردة أنا يمكن افتكرت المرة اللي فاتت قلنا مش كل حاجة بتصلح أننا نحطها على أي وسيلة من الوسائل يعني ممكن محتوى فيسبوك يكون مختلف عن تويتر عن إنستجرام يعني كل حاجة بيكون ليه حاجة تمام مايجيش واحد قد من يقول بقى أنا هحط البوست هنا وقوم عمل له شير على كل وسائل التواصل الاجتماعي طريقة غير نكحة وهو ده الخطأ المشهول اللي بيحصل لأنه المحتوى بتاع إنستجرام بيعتمد على الصور أكتر الفيسبوك لما نقرنه بلينكد إن مثلاً ويريت الناس تركز شوية في لينكد إن لينكد إن هو رايح أكتر ناحية علاقات في بيزنس فالمحتوى لازم يكون علمي شوية فيسبوك هتلاقي المحتوى رايح ناحية محتوى اجتماعي شوية وترفيه وترفيه بس على فكرة في الفترة الأخيرة الناس بتادي تتدايق شوية من الفيسبوك لأن بتادي قصة كلها بقى بيجيب مصايب فلان مات عزة بتاع فلان مصيبة حصلت في الحتة الفلانية وناس كتيرة جداً من رواد الفيسبوك في الفترة الأخيرة بتادي يروحوا ناحية إنستجرام إنستجرام في الآخر بيجيب لك إيه؟ صور ومحدش هيحط صورة محزنة عن نفسه فالناس اللي بتادي تكتائب شوية من فيسبوك بتادي تتحرك شوية ناحية إنستجرام فده نقطة مهمة جداً فكرة أن أنت تبقى فاهم طبيعة المحتوى عزيباً نتكلم عن نقطتين اللي أكتب أقول لك عليهم وحشام المحتوى الموسمي اللي بيتماشى مع الناس أو الناس بتقول إيه دلوقتي